أعلن جيش الروسي أنه قتل خمسة مخربين جاءوا من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية وأن مركبتين عسكريتين أوكرانيتين حاولت عبر الحدود أيضا وفق ما أفدت الوكالات الروسية وقال جيش الروسي خلال المعارك تم قتل خمسة أشخاص ينتمون لمجموعة مخربين وإلى الاستخبارات بعدما انتهكوا الحدود الروسية وعلى سعيد المتصل علنت الرئاسة الفرنسية أن قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن حول أوكرانيا ممكنة لكن على بوتين أن يتخذ قراره لعقدها وقال أن قصر الأليزيب بعد سلسلة محادثات في هذا الصدد بين الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ونظيره من الممكن التوجه نحو عقد قمة وجمع الأطراف المعنية وأضاف الآن على الرئيس بوتين أن يتخذ قراره مشيرا إلى أن الوضع لا يزال خطيرا جدا واعتبر الكراملين أنه من السابق لأوانه الحديث عن قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن التي أعلنت عنها فرنسا لنزعفة للأزمة بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا وخطر الغزو الروسي وأقل المتحدث باسم الكراملين ديمتري بيسكوف للصحفيين فمت توافق على ضرورة مواصلة الحوار على مستوى وزراء الخارجية ومن السابق لأوانه الحديث عن خطط ملموسة لتنظيم قممة شكرا